السلام عليكم شباب واخبارنا جدا حلوة اليوم مراسل قنوات الكاس محمد السعدي كاس اس 2031 ستقام في العراق ذكر العلامة القطر محمد السعدي في بيث مباشر مع العلامة عمار علي العراق الوحيد الذي رشح لاستضافة بطولة كاس اس 2031 أي قبل ترشيحها الرسمي الذي يقدم بها الأوراق الرسمية وذكر أيضا دول شرقي اسيا لم تقدم للاستضافة ولديها الكثير من المعرقلات من الأمراض التي تعاني منها دول شرقي اسيا وعدم الاستعداد لاستضافة البطولة وأضاف أيضا نحن كالدولة قطر ودول الخليج جميعها مستعدة لمساعدة العراق لإكمال ملف الاستضافة والعراق لديهم لاعب عالية المستوى وأيضا جماهير كبيرة يلعب اليوم نادي الكهرباء مباراة الإياب أمام العهد اللبناني إدارة نادي الكهرباء تشتري تذكر مباراة الفريق أمام العهد اللبناني بعدات كبيرة جدا على أن يتم توزيحها على الجماهير البصرية مجانا عند أبواب الملعب كما سيتفتح مر أبل الملعب لأصحاب المركبات ادعم ممثل الوطن بحضورك لهذه المباراة التي تقام اليوم السابعة مساء على ملعب البصرية